السلام عليكم. معكم حاضر براءة المرأة دبلوم المرماري والتصميم الداخلي. آآ برنامج لطوكات درس التاني ان شاء الله راح يكون اليوم. آآ بارح متل ما متذكرين حكينا عن آآ قائمة بالدرس اللي قبله كنا آآ حكينا عن قائمة آآ اليوم راح نكمل ان شاء الله بقائمة ونحكي شوي عن ممكن بعض الاعدادات او التفاصيل اللي ممكن تلزمنا بالبرنامج. وبنفس الوقت نبدأ برسم مخططات بسيطة. حيث تاخد ايدنا على الادوات اللي تعلمناها بالدروس الماضية. عالين افتح صفحتي تنكمل آآ كلامنا وشرحنا وبعدين نرجع للمشروع مشان نرسم نفسه. آآ هلا بقائمة ممكن الصورة واضح شو الادوات اللي موجودة عندي. هي ادوات مساعدة عناصر مساعدة إلي. اول شي عندي اداة ممكن مجرد ما اضغط عليها واعطي او انقر باي مكان بالشاشة وبعدين ارسم مستطيل متل ما شايفين. مجرد ما انقر مرة تانية رح يفتح لي متل مربع ناص. خيني اكتب في اللي بدي اياه يعني مشان اني آآ اكتب مساحات او اكتب فراغات او اي شي بدي اكتبه على مخططاتي او على رسوماتي المعمارية. مجرد ما نكتب آآ اي شي خلي نكتب مسلا. ومجرد بعدين ما انقر بالفراغ رح يحفظ لي العملية او ممكن اضغط هون على طبعا في عديد من التفاصيل ممكن انا استفيد من هم او اغير فيهم. هون مسلا عندي حجم الخط. اذا بدي اغير بحجم الخط من هون من هاي القائمة بكتب الرقم اللي بديه. مسلا اتنين ونصف كتير قليل على الاغلب. راح تبونا عطوان. اه ممكن هون نكتب. خلينا نجرب خمسة عشر. آآ من هون نغير الخط يعني متل اي برنامج آآ كتابة متل وورد آآ اكسل. هاي تقريبا على نفس المبدأ ما في اي شي جديد. نختار من هون الخط اذا بدي الشي الكتابة تكون غامقة او او عادية بديها تكون مائلة. شوفوا فينا نغير بخط ولا بدون خط كل هاي التفاصيل آآ معظمكم تعرفوها. هون في عندي ميزات تانية مسلا مشان ما اتعذب آآ لما بدي اكتب الاكس اوس اتنين مسهلين لياها مشان اكتبها بكل سهولة. وهي التفاصيل هون الليار اذا بدي اضيف لاير او بدي اغير من لون الليار تبع الكتابة. طبعا هاي ان شاء الله راح نحكي عنا بس نجي لقائمة آآ ومنعدل فيها. من هون التموضع الخطوة بدي يا يكون. حاليا ما بدي اغيره مشان لان مو مبين انا زاتا الخطوة راح ينتهي. ممكن حتى ننقر خلي نمهي العملية ونرجع نعدل عليه. يكون افضل. مسلا شوفوا كيف آآ عندي هاي كبيرة شوي طبعا لما بشوف هذا الشكل انا مجرد ما اضغط بهذا المكان فيني يصغل آآ مربع النص او مسلا فيني اكبره للاسفل بهذا الاتجاه. اذا كبست بيعطيني هاد الخيار انو بتكت احفظ التعديلات اللي قمت فيهم. نعم بدي احفظه نخلي كون يس. نرجع مرة تانية شوفوا حتى منهم قبل ما افتح الملاة المربع النص فيني اعدل عليه. كقياسات. وانده بتاضيف آآ جاهزة مسلا نشوف هدو كل العناصر جاهزة او اضر مسلا نشوفه كل هاي العناصر يعني كأني عم اتعامل مع برنامج كتابة عادية. يعني هاي التفاصيل اللي بتلزمنا بقائمة النص ونحن رح نستخدمها ذاتا بكمية محدودة مو هالاستخدام الكبير. في عندي طريقة تانية لآآ النص اللي هي وهاي آآ على اغلب بتكون يعني السهل كآآ وصول اسهل من بس تعديلها يمكن بتذكر كان صعب. مسلا برسم انا خط بدي يكون الكتابة بهذا الخط. وبكتب كم? آآ اللي بدي اياه. شوفوا مسلا خلاص صارت جاهزة. بس تعديل تبعها ما فيني اعدل عليها خلاص مرة وحدة. اذا بدي تغير بالحجم مسلا بغيره ممكن بسكيل. اما اني ادخل عليها وعدل عليها كالتفاصيل متل الصعب. يعني ممكن طبعا تغير الكتابة يعني الشيء اكيد. بس اني ادخل على تفاصيلها واغير بتفاصيلها متل لا ما فيني. هاي نوعا ما فينا نعتبرها اسهل للوصول ما فيها كتير خيارات مرة وحدة. وبتكون العملية جاهزة خلينا نرجع نايدها مرة تانية. بدي يبدأ من هاي النقطة. لا آآ الارتفاع ممكن عم يطلب مني خلي يكون هيك. وبدي يتجه بهذا الاتجاه. يعني بيطلب مني ثلاث نقاط نقطة البداية. خلان اكتب كمان نقطة كاز مرة جزيدة. آآ عم يطلب مني ثلاث نقاط لما بدي اكتب الملتلاين. اول شيء البداية. شوفوا هاي نقطة البداية. بعدين عم يطلب مني حجم الخط ارتفاعه بالنسبة للاعلى كان بدي يكون كبير ولا صغير. مسلا خلينا ناخد خط كبير شوي. وبعدين الاتجاه بدي يكون بهذا الاتجاه. شوفوا كيف. عم يكون عندي بكل هاي البساطة. متل ما حكينا التعديل عليها ما فيها تفاصيل مثل فينا ده بدي اغير بالحجم عن طريق سكيل. ايه ده بدي اكررها عن طريق فيني اكرر هاي العملية. وفيني اتعامل معها يعني كأنه قطعة آآ مرسومة مثل آآ او السيركل او بقية التفاصيل. هاي ازا من كل بساطة اول آآ او اول اداة شفناها بقائمة اللي هي كانت التكست. بعدين القائمة التانية اللي جنبها اللي هي طبعا هون هدول كلهم هدول آآ تنتين وحتى هون في المزيد لسة من التفاصيل بس هون الوصول السريع اللي هممكن نسميها مثلا لو عندي اي خط او اي شكل يعني اي رسمة او درسم بهذا الشكل. شوفوا لو باخد مباشرة بنقر على مجرد ما اقرب على الخط لسه ما ما ضغطت اي شيء مجرد ما اقرب على الخط الموز عليه او بحط المؤشر عليه هو بيعطيني متل انه آآ الطول العرض بيعطيني هاي التفاصيل طبعا ممكن حاليا تشوفوها شوي صغيرة لكتابة بس نتأكد نتنا كم الخطوط تياترها كتير كبير رسمينها لا خطوط مقبولة كعجم. بس هي الاعدادات اول ما مدخل على بتكون شوي آآ الاعدادات كخط صغيرة كتير كتفاصيل او الابعاد نحن ان شاء الله راح نعدل عليه هون هلا بس نشوف آآ تفاصيل تبع هاي الاداة شوف مجرد انا ما اقرب على الخط مجرد ما انقر عليه راح يسبت لي كم الطول طول الف وسبعمية وتسعة وتمانين خلاص سبت لي هاد آآ تبع هاد الخط نفس الشي بالنسبة لهاد الخط كما بنقر عليه وبسحب بهاد الاتجاه مشان يعطيني طول له نفس الامر بهاد الاتجاه لو بنجي كمان لهاد الخط او الطريقة التانية اني انقر على زاوية واخد لزاوية تانية واسحب للاسفل كمان هيك بيعطيني آآ تبع هاي النقطة او الاسهل من هيك اني بس مجرد ما اقرب على الخط يعطيني الطول كامل طيب متل ما شايفين الخط صغير كتير وهي الايدين اللي جنب ما بدي اياه هنا انا ما بيزموني كيف انا بدي اعدلهم كل بساطة ننقر على هاد الخيار ونجي لاعدادات تاني واحدة بتكون ازو خمسة وعشرين على الاغلب هيك اسمها او اذا ما كان هيك اسمها شوفوا انتو هاي القائمة رح نختار يعني هاي العملية تقريبا رح نعملها بكل مشروع رح نشتغل في اذا كان في عندي رح حط دايمنشن رح حطه قياسات لان اجباري بنا نعدل بآآ الارتفاعات بالحجم تبع خلينا نختار اول شي على شوفوا زاتا هو هون حاطط لي او النموذج انو كيف رح تطلع عندي نتيجة تبع حاليا بهاد الشكل عندي اول شي نحن بالتصميم المعماري بنختار عفوا مين كانت اسموهم بالسيمبل سيمبل عند الروح هدول ما في داعي نغيره ما خليهم هدول متعلقين بالليارز الحجم اللون ما متغيرهم وخليهم نفسهم هاي الخيارات ممكن نحن بس نلغي هاي شوفوا لغالي هاي الايد وخلي يلغي لي اليد التانية ما اللي هون داعي شوفوا لو رجعوا هون كيف ما بدي ايه هنا دول بس بيشوشولي المشروع بيزودولي الخطوط اللي في له هيك انا رف هستغني عنهم القائمة التانية شوفوا ان القائمة الاولى بس لغينا هاي الخيارين او فعلناهم شان يلغي لي هاي المسكات اللي هون او اليدين اللي هون لو بنجي لسيمبلز عند الروح نحن دائما في عنا شكل بنستخدمه بالتصميم المعمالي اللي هو اخترته هون هو تلقائيا يختر لي التنتين شوفوا هدو التنتين يكونوا هون تغير الشكل طبعا متل المشايفين هالسا بيختلف حسب اه المشروع احيانا بي ممكن يكون عندي كبير احيانا ممكن عندي صغير عالتجربة ممكن نجرب خمسة بده حسنا صغير او كبير ممكن نرجع نغيره خلينا كمان نشوف التكست بالتكست نفس الشي حجم الخط شوفوا كان كتير صغير شوفوا عندي هون كتير صغير فخلينا نجرب نحن عشرة كمان نفس الامر اذا كان صغير او كبير نحن ممكن نغيره مرة تانية ما في اي مشكلة هاي من قائمة التكست بس هاد اللي غيرنا اه ممكن تغيروا التكست ستايل لو ننقر على هاد الثلاث نقاط مشان تغيروا الخط اذا الخط مسلا ما عاجبكن الخط في حاسي في مشكلة بتتجوا لهاي القائمة وبتغيروا شكل الخط مسلا بتستخدموا خط تاني من الخطوط المتوفرة عنكن ما بتكون لا بتخلو متماهوي بتعملو الغاء منتابع لبعده في قامة سيت ما رح نغير شي انا بفضل انو دايما يكون عندي صفر وبعدها صفرين بزيادة ما بخلي اكتر من اه يعني اكتر من صفرين هذا شو بيقصد فيه طبعا الفواصل مسلا احيانا عندي بالرسم ممكن يصير عندي اخطاء صفر فاصل صفر 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 خمسة يعني رقم شبه غير موجود ولكن هو لدقة البرنامج ممكن يكتشف لي هاد الخطأ الصراحة عن هاد الخطأ ما بيهمني لهيك مشان ما اشوف هاي الاخطاء مشان ما اشوف هاي الفواصل بختار اكتر شي صفر فاصل صفر صفر يعني هاد ماكسيموم او يعني مثلا كيف رح يطلع بالكتابة واحد فاصل اثنين وعشرين وثنين فاصل خمسة وسبعين اما لو كان هادا الثلاث اصفار ممكن يطلع اثنين فاصل ميتين وخمسة وسبعين كل ما منزود الارقام اكتر هاي الاصفار بيصير عندي امكانية وجود فواصل اكتر لهيك مثل ما حكينا بيكفي انا صفر فاصلة اه مرتبتين هذا كافي الي ومناسب البقية كمان ما في داعي نغير فيهم وخليهم متل ما هنين وهيك تكون صارت عندي الادادات على الاغلب جاهزة رح نشوفها وممكن اذا ما اه كانت مناسبة لنا نرجع بنعدل عليها مرة تانية بنحط اوكي وبنعطي شوفوا كيف صارت برأيي هيك مناسبة جدا كحجم اه خط اه حجم يعني ممكن شوي تاني نعمل هون اكبر اه مسلا بدل عشرة بالنسبة لحجم الخط نعملو اثناش او خمسة عاش اه لهاي ممكن نعملها بدل خمسة سبعة يعني تعديلات بسيطة مثل ما حكينا هاد الشيء بعدله اه كيف بناسبني انا وعلى هاد الاساس طبعا يختلف كمان حتى احيانا من مشروع لمشروع حسب كبر المشروع حسب حجمه وما الى ذلك اه بالدايمينشن هون شوفوا عندي عم يطالع لي بس الهي الخيارات اللي عم تعطيني قياس الاضلاع طيب انا لا نفرض كان عندي دائرة متل هاد الشكل خلينا نرسم دائرة شوي مناسبة مسلا انا كان عندي هذا الضلع في عندي ضلع من اضلاع البيت انه في انحناء كيف انا بدي قيس هاي الدائرة اه او لو كان عندي دائرة نظامية مسلا هون كيف بدي اعرف نصف قطرها اه الزوايا كيف انا بدي اعرف اه اقيسها شوفوا من هاي القائمة هون انا بختار طريقة القياس هون مسلا عندي مجرد ما اضغط على تقريبا هي نفز بس هاي لازم مع اني اجي اختار الضلع لازم اختار من النقطة لنقطة شوفوا كيف يعني هاي نوعا ما وصول سريع طريقة زكية اكتر من العناصر اللي موجودة هون هون كمان فيني ااخد مسلا اه اللي هي نفسها تقريبا ما ما كتير بتختلف نفس الامر ما هلشي المختلف يعني في شو انا متذكر شو كان الاختلاف بيناتهم اه نفس النفس طريقة الاستخدام نفس العملية انا كنت مفكر ممكن انه تكون مجرد اني قرب على الخط يعطيني تلقائيا لنفسها تماما لنفس الطريقة انا بنجي اه انجلر بالاختلاف انجلر هي مشان الزوايا انا مجرد ما اختار انجلر بيطلب مني اختار اما ضلع او اه دائرة او اي شيء او ضلعين عفوا مو ضلع واحد ضلعين مشان انحدد الزاوية مسلا نشوفوا حددت هاد الضلع مع هاد الضلع اعطاني الزاوية اللي بيناتهم هل ممكن نختار هاد الارك الارك مباشرة او القوس مباشرة هو تلقائيا بيعطيني اه هاي الزاوية تبع هو زاتا هادا الربع دائرة هاد الارك لهيك مباشرة هو عطاني النتيجة مسلا لو نعمل هيك خليني انسخن بهذا الشكل خلي هاي الدائرة عجنب رح نستفيد منه والبقية بدي منه يعملوا لي مسلا هاد القوس تمام شوفوا هاد القوس مسلا لو بناخد قياسه كمية ترى رح يكون شوفوا مية واربعة ازا الانجلر بتفيدني قياس الزوايا يعني هاد القوس شو الزاوية اللي عم يشكلها لو آآ مناخد بهذا الاتجاه بهذا الشكل طبعا هيك رح يعطيني زاوية قائمة بس معنا ما بدي زاوية قائمة يعني على كل حال هو بيعطيني الزاوية هاد القوس بالنسبة للاطلاع بالنسبة للاطلاع شوفوا بكل بساطة عطاني زاوية الضلع الموجودة يعني حتى لو كان عندي زاوية مسلا مي قائمة مثل هاد الشكل مجرد ما اخو انجلر مسلا عطاني هاي الزاوية تفضلي في احد عنده سؤال مرحبا يا هلا بالنسبة للدائرة اللي قصنا هسا الزاوية ما هاتها يعني معناه اذا خلي وحد القياس مثلا منيوب على هذه الدائرة شون يطلع طولها الطول رح نشوف طولها بس هون حاليا حسب لي زاوية القوس عم يعطيني زاوية القوس يعني ما العلاقة بمساحته لا لا في قياس في طريقة تانية للقياس شوفوا هاي رح نشوفها هاي حاليا بس الزاوية عم يعطيني يعني هاي لو نعتبره زاوية إذا اعتبرنا هاد القوس زاوية فزاويته رح تكون مية واربعة تمام شكرا رح نشوف ان شاء الله كيف الطرق التانية حاليا بس عم نشوف تبع الزاوية وممكن متل ما شايفين انا مجرد ما اختار الضلعين بيختار لي الزاوية بيناتهم مجرد ما اضغط لما بيطلع من او لما بيطلع من الامر انا برجع بضغط على المسطرة مشان يعطيني الامر مرة تانية طبعا شو فائد في الاسبايس عندي مثل ما حكيت لكم اول درس بالاوتوكاد انه خلوا ييدكم اليمين على الماوس هو ييدكم اليسار على الطرف اقصى اليسار من الكيبورد الاصبع الوسطى خليها دائما تكون على والبقية لاصابع مثلا الابهام تكون على الاسبايس دائما لان رح تستخدمه الاسبايس بشكل ااا مستمر مثلا اي اداء بيستخدمها استخدمت لاين متل ما شايفين اطلعت منها رجعت اتذكرت انه انا لازم اكمل رسم باللاين بضغط على سبيس بيرجع بيرجع لي اللاين الاسبايس بتاخدلي اخر امر انا اشتغلت فيه مثلا عملت ااا كوبي نساقت وطلعت من كوي بدي ارجع عمل كوبي مرة تانية بضغط على سبيس اخدت الكوبي مرة تانية بضغط على سبيس مرة تانية اكد لي الامر مشان ابدأ عملية النسخ نفس الول وقت مشان اطلع اا من الامر تبع اللي كنت عم اشتغل فيه اي امر كنت عم اشتغل فيه اذا هدول الاداتين او هدول اللي عم استخدمون دائما ضل ايدي عليه هون عندي مشان الغي التحديد شوفوا انا عم حدد مشان الغي التحديد بضغط على زر لان عندي بيضل بيحدد وطبعا ما في اني ما في داعي اني مشان التحديد بالاوتوكاد ما في داعي كنترول متل بقية البرامج لحالة انا مجرد ما عني حدد تلقائيا بيمسك لي التحديد اذا بدي الغي التحديد اللي حددتوك بس اه اللي هي عفون او اه اذا بدي الغي تحديد عنصر معين بضغط على وبالغي التحديد لهاد الزر بكل بساطة ومتل ما حكينا اول درس عندي طريقتين للتحديد ان اليمين لليسار بيحدد لي اي عنصر مجرد يلمس فيه شوفوا مجرد لمست فيهن لهدول الخطين حدد لي اياهن بينما لما بدي احدد ان اليمين لازم اشمل القطعة كاملة حتى تتحدد شوفوا هاد الخط طالما ما شملته كامل فما بيتحدد لازم اجي كامل بهذا اتجاه حتى يحدد ليه كمان في طريقة تانية مسلا احيانا بيكون عندي اه خطوط كتير متعارج جبن بعض فمسلا بدل ما اني احدد بهاي الطريقة بضغط وبضل كابس بالموس شوفوا بضل كابس بالموس مشان ارسم طريقة التحديد اللي انا بدي اياها بهذا الشكل مجرد ما اترك هو تلقائيا بيكون حدد لي العناصر اللي بدي اياهن شوفوا مسلا لو نعمل بهذا الشكل كيف حددت كل هاي العناصر مرة وحدة واضح ان شاء الله طيب خلينا كمان نشوف اه بقية الادوات الموجودة عندي بالديمينشنز اللي حكينا عننا من شوي اللي هي الاركلينت بيحسب لي طول هاد القوس القوس مسلا مجرد ما اضغط اضغط على هاد القوس شوفوا كتب لي طول هاد القوس سبعمية وسبعة وسبعين مسلا هذا القوس حتى لو نشوفه نفس الامر اربعة الاف تلاتمية وعشرينة هي هو محيط الدائرة مسلا هاي الدائرة بيحسب لي محيطها لازم ولا شكله ما بيقبل غير بس الاقواس ما بيقبل الدوائر شوفوا الدائرة ما عم يقبلها لازم يكون حسرا قوس حتى يحسب لي الطول طيب نشوف كمان شوفي عنا الراديوس راديوس معروف اللي هو نصف القطر هاي الدائرة بيحسب لي نصف قطر هاي نصف قطر الدائرة اربعمية وسبعة وعشرين حتى فيني ااخد نصف قطر لهاي الاقواس اللي هي ذوائر مو كاملة ولكن نفس الوقت فيني احسب فيني اعرف نصف قطرها نصف قطر بتسعمية وطلاتة عشر نفس الامر كمان في عندي القطر كامل لو بناخد القطر كامل لهاد اه لهاي الدائرة شوفوا لو بخلي بالخارج ممكن يرسم لي الخط كامل تبع القطر لو بخلي بالداخل فقط لمنطقة معينة بس بيكتب لي جنبه شوفه غير اشارة هون كاتب لي اربعمية وسبعة وعشرين هون ثمانمية واربعة وخمسين فاصل اربعة وثمانين اللي هو القطر كامل هاي القطر كامل هاي اللي اشارة بتعني لي القطر كامل والار بتعني لي نصف القطر هدول انتبهولون منيح يعني الكوردينات اه يعني الصراحة هاي ما كثير راح تفيدنا ومن متذكر اني مستخدمها خلينا نجربها بس كيف كانت لو بنختار مثلا هاد الضلع يعني الصراحة ما ما نمتذكر انه شو بتفيدنا او شو راح نستخدمها نحنا لانا استخدامنا ما بيعتمد ابدا عمركز الاحداثيات هاي الاداة اه تعتمد على مركز الاحداثيات نحنا ما قلنا الشغل فيه بشكل عام تقريبا هاي اهم الادوات اللي موجودة عندي بالنسبة الديمينشنز ممكن انا اذا ما بدي ااخدهم حتى من هون اذا ما بدي ااخدهم من هون ممكن اجي على دايمينشنز شوفوا هون بيطالع لي اه اه اوردينات انجولر اه بيس لاين كونتونيو كونتونيو اللي هو بيظل مستمر بيظل بيعطيني اه استمرار شوفوا اللي شفنا هون من شوي مسلا انا اخترت دايمينشن خليني اجرب منه مسلا بختار هون هاي بيعطيني الزاوية تبعهم شوفوا هون عطاني الزاوية مسلا او عطاني نصف القطر بشكل تلقائي طبعا هاي كمان في شغلة حلوة بالدايمينشنز انه اه احيانا بيستجيب بشكل تلقائي او على الاغلب بيستجيب بشكل تلقائي يعني انا حاليا مختار دايمينشن ما اخترت اي شي منهم لو بيجي على الضلع بيعطيني لو بيجي على الدائرة بيعطيني نصف القطر شوفوا عطاني على الدائرة نصف القطر لو بكبس على حرف دي بيعطيني القطر كامل حرف دي شوفوا عطاني القطر كامل كمان هاي كلها ياتها مساعدة لو بدي ارجع على نصف الدائرة بضغط على زر بيعطيني نصف القطر حتى شوفوا تحت هون بهاي القائمة عم يكتب لي التفاصيل اللي عم تطلع عندي. مجرد انا ما اقتربت على الخط شوفوا عم يعطيني اللي قائمة فيه عم يطلب مني انه ممكن 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 بختار انا اللي بدي اياه متل ما شايفين لو بضغط على اتنين شوفوا صح انا ضغطت عليه اه مشان ااخد بس مجرد ما اضغط على خط تاني بيغير لي العملية وبيعطيني زاوية بدل ما يعطيني الطول تبع الخط يعني اداة زكية جدا بتريحني وبتهون علي الشغل بدل ما اني اختار وحدة وحدة من هون فيني انا كلهم استخدمهم من اداة او من زر مرة وحدة ان شاء الله نحن راح نشوف شكل ممكن اوسع شوي لما ننتقل لنحط قياسات للمشاريع تبعنا يعني والصراحة ما في لسه اوسع من هيك اكتر ما يمكن نحن راح ناخد قياسات الغرف قياسات الاضلاع القياسات الخارجية للمخططات تبعي يعني ما في عندي اي شيء اه ممكن نسمي يعني صعب او غريب او متعب بقسم الديمينشنز هون بهات القسم في عندي اه ادوات مساعدة اذا بدي اضيف بعض التفاصيل مثلا مثل هاد الليدر لو نرجع نكتب مرة تانية شوفوا كيف انه اعطاني اشارة اه انه استعلام انه في عندي هون نقطة معينة او في شيء معين هون كمان الصراحة لهون ما اننا فائدة فيهن او ما اننا شغل فيهن هاي القائمة خلينا تخطاها مشان ما نضيع وقت عليها بكل بساطة هي مشان ننشئ اه متل مو شايفين معلومات مشان نضيف اه بيانات او جداول اه شيء كمان اكتر من انه اوتو كاد شيء متعلق بالتفاصيل ممكن هذا على فضلاتكم تشوفوا التفاصيل فيه وزاتها مو هالشيء اللي صعب في ادابة خيص المساحة ان شاء الله رح نجي عليها بعدين في ادابة خيص المساحة في ادابة خيص الحجم كلهم هدور موجودين او حتى ليش حتى نخليهم لبعدين ممكن حاليا نشوفه نشوفوا من هاي القائمة اه من قائمة في عندي هي تعطيني نوعا ما مباشرة مساحة او اضلاع اي غرفة مجرد انا ما اقرب على منطقة مغلقة مسكرة تماما نشوفوا بالماوس عم بحرك هو عم يعطيني ابعاد هاي الغرفة شوفوا هون مسلا لو بيعطيني اي ابعاد بالنسبة لا اكس بالنسبة لا واي بيعطيني انه هون في عندي زاوية قائمة مسلا هون بيعطيني لو بضغط مرتين ممكن يعطيني المساحة في احد عنده سؤال استاذ فينا نحدد هذه المساحة مسبقا او احنا نرسم وبعدين نستخدم هذه الادات يعني هاي الاول وحدة شوفناها بس اه شوف يقولوه وصول سريع بتعطيني قياس سريع لاي غرفة لسه في ادوات تانية رح شوفيكم اياها بالشنو تنطينيها بالانتي متر بالمتر يعني تنحسن نحن القياس وحدة القياس اللي اخترناها نحن لسه ما اخترنا وحدة القياس حاليا عم يعطيني بشكل اه على الاغلب مليمتر تماما يعني انا متل مراسم ذاتا هون راسم شكل عشوائي وهو الاوتوكاد بشكل تلقائي على الاغلب بيبدأ مليمتر نحن رح نعدل ان شاء الله بس نبدأ رسم المشروع بنعدل القياسات بنعدل وحدة القياس بنحطة متل ما بناسبنا لهيك حاليا ما تدخق على اه وحدة القياس اللي عم تطلع تمام شوكرا امستن مثلا شوفوا الكويك متل ما شفتوا اي مكان بيعطيني شوفوا كأني معي مصطرة وهو عم يضرب لي اياها عم يحط لي اياها باي مكان مشان اعرف القياس التانية اللي كويك دستانس انا مجرد ما اضغط على مكانين بيعطيني تبعون طبعا هادا الشي ما بيحفظ ليه ما بيسبت لي اياه بالشاشة متل الدايمينشن مجرد ما اضغط اكزت بيلتغي اه بتلتغي العملية وبتروح انا بس بتفيدني مشان شوف قياس هاد الخط شوفوا مشان بس شوف كم قياسه مجرد ما اضغط اكزت بتروح النتيجة نفس الامر بعدين بيجي عندي الراديوس كمان لاي دائرة لاي دائرة انا بدي اشوف نصف القطر طبعها كمان نفس الامر بعدين عندي الانجل نبدي تقيبا نفس الدايمينشن بس انو فائدتهم على السريع ما بيضلوا سابتين شوفوا هاد الخط مع هاد الخط حط لكم الزاوية اللي بيناتهم والاهم اللي رحنا رح نشتغل عليه الاريا اللي هي المساحة شو المطلوب مني الاريا في لرسمها طريقتين او لتحديدها طريقتين الطريقة الاولى اذا كان عندي هذا الشكل قابل للتحديد انا شوفوا نحن عنا بهذا المخطط عندي هون منطقة اه دائرية شوي صعب التحديد تبعها طيب خلينا شوف كيف بنا نحدد بدي انا ارسم المساحة اللي بدي اه قيمتها شوفوا احدثت هاي النقطة هاي نقطة عام يلوني اياهم باللون الاخضر شوفوا عندي مشكلة بتحديد هات القوس حاليا رح ناخده بشكل تقريبي خلي يكون هيك مجرد انا المساحة اللي بدي اياها ما تحددت كامل بالاخضر بنقر على زر المسطرة او الاسبايس شوفوا كتب لي المساحة هاي المساحة طبعا بالمليومتر هاي اللي هيك طالع الرقم كتير كبير نحنا بس نغير القيمة الى السنتيمتر رح نشوف بشكل اه اوضح اللي هي بس طلعت الاريا هاي هي عندي الطريقة التانية مشان انا اخلص من مشكلة هاد المكان المنحني مشان اخذ المساحة بدقة كاملة بدون ما انه يعطيني اخطاء فيها كيف رح نعمل رح ندمج كل هاي العناصر نعملها نفس الوقت رح نكون تعلمنا جديد مشان انا ادمج هاي الخطوط وحولها لخط واحد كيف لازم اعمل بحدد انا هاي الخطوط كلياتها وبكتب بلوحة المفاتيح شوفوا طلعت عندي مجال ما كتبت جو طلعت عندي شوفوا ادت زر زر بيدمج لي الخطوط مع بعضها بيوحد ليها بيحول ليها من لاين شوفوا بوحد ليها من لاين لبولي لاين نقرت على تحولت حاليا الخطوط عندي لخط واحد مجرد ما نقرت عليها شوفوا خط كأن نرسمها مرة وحدة قط واحد نرجع لأداة المساحة بختار هالمرة بدل اد ايريام حكي انها نختار اد ايريام نختار عم يعطيني انه اختار اه عنصر يكون مغلق مشان نحسب مساحته شوفوا هاد العنصر عندي مغلق نقرت عليه عطاني المساحة بكل دقة شوفوا مشان المكان المنحني اخدته تماما متل ما بالديار وهيك صار عندي المساحة جاهزة على هي بتستخدمنا الاشكال صراحية الابعاد حاليا ما فينا نشوفها ما فينا نستخدمها اللي هي الحجم احنا اللي بتهمنا المساحة بنرجع من عيد كمان شوفوا انا درس مباري حكينا على هي بتفكك لي العناصر بتحولها من عنصر واحد لعناصر متعددة لخطوط متعددة شوفوا صارت عندي خطوط متعددة العكس عكس زر هو مجرد انا ما اضغط رح يطلع عندي زر باختار العناصر اللي بدي ادمجها مع بعض بنقر على زر المصدرة وتحددت وصارت عندي عنصر واحد لو بنعمل لهذا العنصر كمان مرة ثانية خليني اعمل جوين حددهم كلياتهم بنقر بالمصدرة كمان نفس الامر تحولوا لعنصر واحد في عدد عناصر ان شاء الله رح نحكي عنهم اه مجرد ما يجي وقتهم يعني هنو مو موجودين بهاي القائمة هون الوصول السريع ولكن بما انو رح يلزمونا فراح اه نستخدمونا انتم مشان هاي العناصر بالاخص وبشكل عام الادوات التانية خلوا جمبكم ورقة وخلموا تسجلوا كل الاداة الاختصار تبعها وشوفها ادد هاي الاداة وقالنا رح تتنسوهن مع الوقت. تائما هاي الادوات خلوهن مع كم. آآ هيك تقريبا حكينا انتهينا طبعا من خلينا نشوف قائمة اللاييرز كمان قائمة بسيطة جدا. آآ ورح نستخدمها ان شاء الله كتير بالاخص بالمخططات. وحتى بدون مخططات بتلزمني احيانا مشان اني ميز الرسمات تبعي مثلا اعطيهن الوان مختلفة. اعطيهن آآ خصائص وتفاصيل مختلفة عن بعض. كمان آآ قائمة رح تفيدني كتير. آآ بشكل عام لو نترجم لينك ديزيلا العربية طبقات. فوزاعت نشوفه من الشكل تبعه. هي بتعني لي كطبقات. شو بتفيدني هاي الطبقات او هاي اللاييرز? بتفيدني انه انا اعمل الشكل تبعي او التصميم تبعي بخطوط بالوان مختلفة. لو برجع لهون مسلا على هات المشروع. شوفوا عندي الجدران بلاير مختلف لون مختلف. تفاصيل تبعهم مختلفة. عندي النوافذ بلون مختلف بلاير مختلف. شوفوا مجرد ما حددتهم طلع عندي اللايير تبع النوافذ. في عندي لاير للاشجار. في عندي لاير للفرش للموبيليا بالبيت. للأبواب. لكل عنصر معين له خاصة فيه. هذا الشيء بيهون علي التعديل مع الاياه. مسلا نفرض انا طلع عندي خطأ بالجدران. او مسلا موطلع عندي خطأ بدي يغير لون الجدران. بدي يعطيهم اه سماكة خط مختلفة. بدي يعطيهم اي شيء مختلف. مشان ما اني احددهم هيك وحدة وحدة. وتأكد اني ما اني عم احدد اي شيء تاني. بكل بساطة بسكر انا اه كل العناصر التانية. مسلا خليني نجي لهون بنعمل. راح شوفيكم ان شاء الله هاي التفاصيل كاملة. لاحق. فنشوفوا بزر واحد اخفيت كل عملت لهم اخفاء. وخليت بس اللاير تبع الجدران. هذا اللاير انا راح بعدل عليهم ضيف التفاصيل اللي بدي اياه مشان هاي الجدران. ومجبرة ما انتهي برجع بشغل كل العناصر التانية. وهيك بكل بساطة عملت العملية او الشيء اللي بدي اياه بدون ما اتعذب ابدا. هاد الشيء ان شاء الله راح يفيدنا كتير. وعادة عن انه مسألة التعديل مشان لما انا بدي سلم هاد المشروع لا اا الناس اللي راح ينخذوه لصاحب العمل او لا اي حدا. مشان يقدر يفهمه بالطريقة الصحيحة. اجباري لازم يكون عندي هاي اللايارات المختلفة. هو الا ممكن لو اني راسم الدرج هون عندي بنفس اللون بنفس التفصيل تبع السلالة. اعفوا ان الجدران ممكن يتخربط بيناتهم. ممكن احيانا يرتسم عندي خطأ النوافذ واذا كانوا لسه نفس اللون مع الجدران كما بيصير في عندي مشكلة. فكل لاياتها هاي مشان نخلص من هاي التفاصيل. حتى شوفوا اكتر شيء احيانا كانت صير مشكلة انه لما ما يكون في لايارز. لنفرض هاي الخزانة شوفوا من لونها من اللون تبعا عارفان ان هاي شيء متعلق بالاثات. ممكن على الاغلب اخزانة. اما شوفوا لو كانت مسلا بنفس الجدران. يا ترى هاي شو ممكن تكون? هذا المربع ملصوب بالجدار. ولونه نفس لون الجدار. وما في اي تفصيل جواته شو ممكن يكون? فرح نتخربط وما نعرف شو هو. لهيك افضل حل اللي هو اللايارز. طيب خلينا نشوف شو التفاصيل عندي اللي موجودة باللايارز. اول شيء شوفوا هاي القائمة. بكل لايارز بضيفه. حاليا عندي بهذا المشروع في عندي لايارين. هدول هنو الاساسيين بيجوا مع مع اي مشروع بيفتحه. ممكن احيانا ما ينزل مباشرة. بس الصفر دائما هذا موجود بشكل تلقائي. في جنبهم ثلاث خواص او ثلاث ميزات. كمان شو بيعنولي? هلا الا الاولى اللي هي بتسكر او بتخفي اللايار. بس حاليا ليش انا ما في اه اخفيه? لان هو اللايار اللي عم يستخدمه انا. لهيك ما فيني اخفيه. خلينا ننتقل لهذا اللايار. مجرد طبعا انا ما انقر على اللايار هيك. بنتقل بين اللايارات. خلينا حاليا نشتغل على الديف بوينت. لان هاي الرسمة هي بالصفر. فلو بنقر على هاد الخيار. اه اه ما اذا كان لونه اصفر معادة هو شغال وواضح ظاهر عندي. مجرد ما انقر عليه. اختفى. مجرد ما صار باللون الازرق طفي اختفى. مشان ارجع اظهره. بنقر مرة تانية على الاشارة اللي هون. كما نفس الأمر تقريبا هي نفس العملية نفس الأداء للتورن أون بس لما بيكون عندي مثلا شاشات مختلفة ممكن أحيانا بعضهم بيشتغلوا هون بهاي اللاي اوتس كذا صفحة يعني الشغلات شوي متقدمة كتير نحنا حاليا لسا ما قمنا فيها فممكن يختلف الأداء بينتهم بس نحنا حاليا فينا نعتبر الاتنين عم يعطوني نفس النتيجة اللي هي الإخفاء والأظهار يعني إذا بدي أخفيهم بنقرب خليه يصير لون أزرق على وحدة من هدول الاتنين إذا بدي أظهرهم برجع برجعهم بهذا الشكل الإشارة القفل هي بتقفل إياهم شوفوا ضل موجود ما نحذف ولكن ما فيني أعدل عليه مثلا ما فيني أمسحه شوف ما فيني أمسحه عمضغط على زر delete ما فيني أمسحه ما فيني أعمل له مثلا trim ما فيني أعمل trim ليش لأن خلاص هذا اللير مخفول صار ثابت ما فيني أعدل عليه هاي بكل بساطة أهم ثلاث ميزات فيه هون بيجي هون جمب هون اللون اللون إذا بدي أنا أغير اللون تبع هذا خلينا نترك الصفر متل ما هو ممكن هذا مثلا نغير اللون تبعه وخليه يكون هذا اللون خليني نرسم شوي شوفوا كيف صار يرسم باللون تبع نفسجي او اللي هو ممكن تمام واضح شغلنا لهون بعدين هون بقيت هاي التفاصيل هون هاي متعلقة بكل مثلا شوفوا اذا بدي اطفي كل عدا اللي اللي انا عم اشتغل عليه مجرد ما انقر عليها لازم عفوا لازم احددهم بالإيد مسلا بدي اطفي هاد الليار مترد ما انقر عليه بيطفي طبعا هادا ما فيني اطفي حاليا ليش لان عم استخدمه الليار اللي بيكون معي عم استخدمه ما فيني اطفي لازم ننتبه لهاي النقطة اذا بدي ارجع اشغلهم للليارات اللي طفيتهم بانقر على هاد الخيار وبيرجع هو بيرجع لي اياه نفس الامر اذا بدي اعمل ممكن هاتي طفيلي انو حد التحديد يعني لو كان عندي هون اكتر من الليارات راح نشوفهم ان شاء الله بس يصير عندي اكتر من الليار انو بيسكر لي اياهن اه لهاي الليارات شو هادا نفس الامر ممكن اختار هاد الليار وطفيلي اياه مرة واحدة نرجع انشغلوا نفس الشي لو بضغط هون بيجي بحدد اه كمان يقفل لي طبعا هاي شو ممكن تفيدني انو ممكن تسألوني شو الفرق بين هاي التسكير من هون او اني اسكره من هون احيانا ممكن انا يكون عندي كتير لايرات وما بدي ارجع شوف هاي باي لاير وبسكر وفتح انا مسلا هاي القطعة ما عجبتني مثلا لو نجي لهون انا ما بدي شوف هاي باي لاير مباشرة راح بيجي لهون وبحددها بهاي الشكل قفل لياها بدي اخفيها بدي ارجع افتحها مباشرة ارجع افتحها بدي اخفيها بنقر عليها بيخفي لي اياها بشكل مباشر مشان معنى احددها واشوف هي باي لاير واجي بعدين ادور على لاير اه وحكاية طويلة كمان بتاخد مننا وقت طوي طبعا انا متذكى يمكن كان هون عندي ملفي لايرات كتيرة اشوفوا احيانا لما منجيب مشاريع اه من شركات او بيكون المشروع ممكن مرسوم على على برنامج او على برنامج غير الاوتوكاد وبعدين محول لاوتوكاد بيكون في عدد هائل من الليارات يعني شي ممكن يخلي الواحد يضيع لهيك فعلا شغلة صعبة انه لاقي اي لاير لهاد القطعة واي لاير فخلص مباشرة منهم بدي اسكر هاد الليار باختار وخلي هو يسكر ليه مرة وحدة طيب خلينا نشوف كيف ممكن احنا نضيف اه نعدل عليهم اه نغير بتفاصيلهم متل ما بدنا مجرد انا ما اضغط على اه تطلع عندي هاي القائمة انا ممكن اكبرها شوي هيك هاي القائمة انا شو راح استفيد منها هاد اللي انا عم مشتغل عليه حاليا اللي هو الصفر شوفوا عندي اللي التاني اللي هو ممكن انا حاليا خليني اضيف لاير اه خلينا نسميه ممكن نوافذ منقر نحنا بهذا المكان باي مكان بالشاشة باليمينية بالزر اليميني بالماوس وبنعطيه نيو لاير شوفوا نزل عندي لاير جديد عم يطلب مني اعطيه اسم طبعا فيني كمان ما اكتب له اسم هذا الشي بيرجع لي ممكن نسميه ويندوز للنوافذ خلينا نعتبر هاد اللي هون اذا بدي يكون شغال واضح يعني نفس نفس التفاصيل اللي شفناهن هون هون عم يطلعوا عندي بشكل كامل غير هاي يعني بس بطريقة عرض مختلفة هون اذا بدي تغير اللون تبع هاد اللي هر مسلا نخلي يكون اصفر اه حجم او طريقة الخط هون بهاي القائمة رسا ما حكينا عنه كمان ان شاء الله رح نحكي عنه بعدين هاي التفاصيل كمان هون متعلقة بحجم الخط او قبل ما نتخطاهن خلينا نحكي عنهن على السريع ونرجع لللي هر بكل بساطة في عندي هون ثلاث خيارات بخيارات الخطوط او تفاصيل الخطوط اللي عم ارسم هون اول وحدة اللون فيني انا اختار لون للخط اللي عم اشتغل عليه مسلا حددت انا هاد الخط بعطي لون اللي بدي اياه مسلا بعطي هاد اللون الاحمر او ممكن اخلي شوف يعني يعني بمتل لون الخط متل لون اللي هو فيه مسلا هاد الخط بالليار صفر بخلي يكون نفس لون الليار صفر هي بتعتمد على انه احيانا انا بعمل بلوكات بعمل عناصر اا قطع جاهزة نوعا ما بتصير كمان بعطيه بالنسبة للباي بلوك بس نوصل للباي بلوك بنحكي عنه ان شاء الله يعني شوفوا بالاوتوكات في كتير شغلات مترابطة مع بعض لازم اا نشوفها كلياتهم حتى ناخد هاي التفاصيل يعني حاليا متل ما شفنا ما في داعي ادخل فيها تفاصيل مثلا البلوك او شي ممكن نرجع لها بعدين لان حاليا ما لنشغل فيه هون اا اكتر شي ممكن نستخدم البلوكس اا لما بنرسم ابواب لما بنرسم نوافد اا ممكن لما نرسم اا شو كان اثاث منزلة الاثاث المنزلة كمان بتلزمنا البلوكات متل ما شفنا اذا اذا بدي اياها تكون نفس لون الليار بختار باي الليار اذا بدي اعطيها لون على كيفي لون خاص فيها من هون بعطيه اللون اللي بدي اياه وسنخلي يكون احمر متل ما شايفين بدي ارجعها بعطيها القائمة التانية اللي هي 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 سماكة الخط متذكرين نحن بتدروس الاولى لما كنا نرسم الاشكال اا هي نعطي احيانا للاشكال الغريبة خط عريض الاوجه البعيدة خط اا فيها نحن بنغيرها من هاي القائمة اللي هي شوفوا عندي قائمة كبيرة من الخطوط من السماكات صفر اول شي بيبدأ عندي هلا بالعادة نحن اذا انا هاي الرسمة اذا هاي الرسمة اا ما رح اطبعها ما رح اسلمها لحدا يقرأها ما في داعي يغير بي السماكة الخطوط بخلي على او وهو باي بيكون على الاغلب اللي هو التلقائي لا مسلا ممكن انا اضطر اغير بدي اطول بدي اعرض اقل اا ارفع انا بدخل بهاي التفاصيل صفر فاصل اتماعين ملي تسعين ملي بختار اللي بناسبني حسب الخط اللي عندي طبعا هذا الشي وين بيلزمنا بيلزمنا بيرسم المخططات المعمارية التنفيذية حصرا اللي هذا مخطط معماري رح ينطبع وااا ويتنفذ فمشان يقرؤوا العمار ومشان يقرؤوا المهندس التنفيذي اجباري لازم يكون اا في تنسيق بالخطوط مسلا لو بنرجع لهذا المشروع بيكون عندي الجدران هنين اسمك الخطوط اعرض الخطوط طبعا هون لان هذا المشروع ما ما كان رح يتسلم لحدا يتنفذ فقط التصميم فما اشوفوا ما اني حاطط عليه اي تفاصيل اا خطوط سماكة خطوط او اي شي انتركوا اللي هو تلقائي يعني فلو مسلا هاد المشروع بدنا نسلمه لمهندس تنفيذي لو بدنا نسلمه لشركة تنفذه لهذا المشروع لازم نوضح لون اول شي الجدران بيكون عندي اما اللون تبعا عن طريق الهاتش ملون هيك بهذا الشكل شوفوا الجدران اما بدي لونهم كامل بهذا اللون الاسود او اني اعطيهن اعلى سماكة بالخطوط مسلا ممكن اعطيهن صفر فاصلة سبعين كل الجدران مو بس هاد الجدار كل الجدران بدي اعطيهن هاي السماكة صفر فاصلة سبعين او انا مشان اخلص من هاي المشكلة ما احددهم بجلال لير تبعهم مسلا اللير عندي اا لتبع الجدران هو هادا صفر فبدخل للاير بجي للاين ويت شوفوا هاي وبختار صفر فاصلة سبعين بعطي اوكي شوفوا هون عطاني بس عطاني خط اسميك ليش لان انا عطيت كل الجدران او كل شي صفر باللاير صفر خط اسميك لو بفتح حاليا من هون هاي الزر بيظهر لي سماكة الخطوط شوفوا هدول الخطوط اللي انا رسمهم على الواحد او على الصفر باللاير صفر يفتلعوا بهاي سماك طبعا هون بالاوتوكاد بيطلعوا اسمك من المطلوب وهدول مجرد انا ما اطبعهم بيطلعوا بالشكل اللي لازم يكونوا فيه قياسهم تقريبا بيكون مناسب بس هون بالاوتوكاد ممكن يطلعوا اكبر ليش هو بيظهر لي هون اكبر من المطلوب هون مشان انه انا تنبه انه هاد الخط مع اعطي انا تفصيل او اعطي انا قيمة غير اللي اه كانت اصلية يعني مية اصلية ممكن قيمة كبيرة ممكن قيمة صغيرة مشان افهم بس انه هون في عندي سماكة مختلفة عن البقية انا اذا ما بدي شوف هذا المنظر ذاتا بتطفي من هون وعلى الاغلب احنا مشتغل بدونها بس مشان نتأكد منفتحها منشوف منرجع منسكر اذا هاي فائدة السماكة بعدين مثلا بعد الجدران ممكن يجي عندي السلالم يعني ممكن نخليهن اقل شوين الجدران او حتى اقل يعني وسط اخفشي ارفعشي كسماكة هي بتكون عندي هاي الفرش والموبيليا ليش انا بخليهن اقل سماكة كخط ممكن اخليه بما انه عطيت الجدران صفر فاصلة سبعين انا هاد الفرش ممكن اعطيه صفر فاصلة خمستعش صفر فاصلة عشرين كاقصى حد ليش مشان ما يبينو كتير ويعبولي المساحة اللي هون انا بهمني بس انه ان يشافوا يعرف الشخص اللي عم ينفذ هاد المشروع انه انا عندي هاي المساحة مناسبة هاي المساحة كافلة ينحط في طاول الطعام كافلة ينحط في هون اه جلسة تي في مع تي في وهي التفاصيل البسيطة غير هيك ما بيفيدوني اللي بيفيدني القياسات وشكل الجدران اه توزع النوافذ كمان النوافذ ما بعطيهن سماكة سماكة خط كبيرة ليش لان هنهن ذاتا تفاصيل صغيرة شوفوا هاي التفاصيل صغيرة اع اتنين ونص سنتي تقريبا ماكسيمم بيكون خمسة سنتي فمشان ما تدخل الخطوط مع بعض ويطلعوا كأنهم اه خط اسود بس بعطيهن كمان او سماكة خط قليلة يعني ممكن تكون صفر فاصلة ثلاثين صفر فاصلة عشرين خمسة وعشرين يعني شي قريب من هاد الشكل هاي اللاين ويت اخر شي عندي اللاين تايب اللي هو شكل الخط اللاين تايب شوفوا اللي هي طريقة رسم الخط لو ميجي لهون عندي السلالم شوفوا عندي خط متقطع هون في عندي هاد الخط الابيض المتقطع هون في عندي خطوط مستمرة شو الفرق بيناتهم اللا برسم نحن السلالم برسم الادراج بس موصل لرسم المخططات راح نحكي عنا بشكل مفصل بس في عنا يعني متل ستاندرد انه ترسم السلالم او الادراج بهي الطريقة راح نشرح للسبب ان شاء الله لاحقا فانا مشان اعطي هاد الاظهار لازم اغير من شكل الخط لو بنجي له هاد الملف بالعادة ما بيكون عندي ظاهر هاي الخطوط المقطعة انا مشان اضيفها بضغط على زر اثر بعدين بختار لود شوفوا بيطلع عندي كل الخطوط المتوفرة بالاوتوكاد ممكن اني اضيفها نحن على الاغلب بنستخدم ايزو داش بيعندي ايزو دوت اللي هو نقاط بيعندي ايزو داش سبيس بيكون في مسافة بيناتهم يعني انا بختار اللي بدي اياها نحن على الاغلب مشان الخطوط المتقطعة بنستخدم ايزو داش بيعطي اوكي بيعطي كمان اوكي مرة تانية بيجي من هون مسلا بدي هاد الخط يكون متقطع بختار هاد الخط شوفوا كيف رسم لي اياه متقطع بهاي البساطة هاي ازن تلات عناصر اللي شفناها هون لو بنرجع اللي اللون بيجي بعدين شوفوا حاليا عندي اللي هو مستمر بعدين صار فيني اضيف المتقطع خلينا نختاره نعطي اوكي بعدين بيجي عندي خلي اللي هاد يكون شوي اسميك او خلي الصفر يكون عندي اه هذا خلي يكون شوي اعرض من البقية سنخلي ان نختاره خمسين اه هاي ما نشغل حاليا فيها اوكي راح ارسم بس خط جديد كمان هذا من رجعه باي لير هذا خلي يكون بالويندوز نعطي كمان باي لير شوفوا هاد لو بفتح شوفوا هذا اعرض هذا صار كله متقطع انا ما عملتون هدول متقطع لحالهم صاروا متقطعين ليش لان باي لير شوفوا باي لير بس متقطع هذا ما تغير في شي هذا كمان السماكة تبعوا باي لير انا ما غيرت فيها حسب اللير اخدوا سماكة اكبر واضح ان شاء الله شغلنا في اي سؤال واضح استاذ كله تمام بس سؤال العناصر مثل الاساس او في عناصر تكون مرسومة جاهزة من الاساس ولا كلها لازم نحنا نرسمها هلا متل لو بنرجع لهون الاشجار الاثاث هاي لا كلها جاهزة بس بدك تجيبها من الانترنت يعني بلوكات جاهزة بتكون فيك تجيبها من الانترنت بدك ترسمها لحالك كمان فيك ترسمها لحالك بس يعني مو معقول ترسم تخد ترسم شجرة وتاخد عليها وقت فمنحاول نجيبها هاي جاهزة سمو اه اللي البقية على الاغلب بتكون اه مثلا النوافذ اقواب هاي نحنا نرسمها في كمان مننا جاهزة بس المشكلة احيان الجاهزة ما بتجي نفس القياس اللي عندك فبتضطر تعدل عليها لا بالعكس ارسمها انت اخوان ما نتعدل عليها بينما متل الكنبات الطاولات نجيبها جاهزة بيكون اسهل لنا طيب الخطوط اللي هس بهذا المشروع تغني عن اي كتابة ممكن نكتبها داخل الورقة طبعا يعني كله اه في دليل انه هذا ما يشبه هذا الخط وهذا اه طيب احنا انه لازم نميز النوافذ بلون عن الابواب بلون ثاني صح تماما ها هو ذاتا الشركة التنفيذية ما رح ياخده بس ملف مطبوع ورقة يعني ما رح ياخده ورقة انه رح ياخده ملف الاوتوكاد كامل فهو لان بيفتح ملف الاوتوكاد بيفتح اللاييرز يشوف اه هذا البنفسجي ويندوز الاخضر الاشجار الهذا البرتقالي تفريش يعني الموبيليا الازرق ستيز فهو رح يفهم بشكل تلقائي يعني اذا ما فهم من الصورة بيفهم من قائمة اللاييرز الموجودة يعني اللاييرز تقريبا عم تصير مثل عندي مفتاح الخريطة او مفتاح المخطط اي صح شكرا ستا العفو تمام خلينا ناخد لك استراحة عشر دقائق ان شاء الله ونرجع من تابع نستمر من المكان اللي توقفنا عنده اه اخر شي حكينا عنه اللي هو خصائص الخطوط متل ما شفته اه بما انه حكينا عنه خلينا نرجع كمان نشوف مرة تانية شوفي اه شو كان في عندي تفاصيل باللاير لو بنرجع ندخل عليها شوفوا انا اضفت اه واحد جديد كمان فيني ارجع اضيف اه لاير جديد فيني احيان مسلا بدي نفس تفاصيل هاد الخط او هاد اللير مع مجرد تغييرات بسيطة فيني اه اعمل اه يعني خيار اه مناسب ادي مسلا اني اضغط هون واعطي كان بتذكر بشكل هاد الخيار اما بتذكر كان فيه على كل حال انا مجرد ما اني مختاره واقف عليه وعطيت يعطيني نفس التفاصيل اللي اخدتهم باللاير اللي كنت واقف عليه بالماوس مسلا لو نرجع شوفوا انا حاليا واقف على لو بعمل يعطيني نفس تفاصيل هاي التفاصيل كلياتها يعني انه انا مسلا نفس التفاصيل لهاد اللير بس بدي اغير اسمو ممكن بدي اغير اللون وبعدين بقية التفاصيل تكون نفسها نفس الشي بالنسبة هون للأبواب كمان انا بس بدي اغير اللون آآ والبقية التفاصيل بديها هتكون نفسها هذا الشي بيهون علي بدل ما ارجع اعيد من الصفر. يعني بنتبهك لما بدي اضيف اي لير انه شوف اقرب لير الي. مسلا اذا بدي اياه اقرب ما يمكن للصفر بختار الصفر بحدد على الصفر وبعمل اذا بدي احذف اي لير كمان بيجي عليه وبعطيه بدقر باليمينية ديلة لير. هوني كمان مسلا لو بنضغي هذا اللير خلينا نعطي ديلة لير. وهيك بيكون حذفنا اللي العناصر اللي ما بدنا اياها. لو بدي اسمي كمان اي اه لير فيني اه اعمل او اني مجرد ما اضغط هون مرتين كيف كانت. بقى كمان شكل هاي. اه تمام مجرد ما اني اضغط مرتين واوقف عليه لازم يسمح لي اني اغير فيه شوفوا كيف اه اعمل تغيير الاسم او اني اضغط يمينية واعطي لير. فيه كمان شغلة مهمة كتير اه لو بنجي لهاد الملف هون ممكن نشوفها. متل ما شفته انا من شوي كنت بس بدي خلي اللير تبع الجدران. مشان انا ما اجي لهون اه لا نفرض مسلا على هاد الاداة تبع التسكير او الاخفاء تبع الليرز. شوفوا مسلا ممكن اجي وحدة وحدة واطفيهم كل لياتهم حتى يضل عندي بس اللير تبع الجدران. الطريقة الاسرع. الطريقة الاسرع اني ادخل على احدد اللير اللي بدي اياه شوفوا مسلا بدي الصفر انقر عليه باليمينية واعطي وين كانت لما بعطي بيحفظي هذا الشكل بيخلي ليه والبقية كل لياتهم بيسكر لي اياهون. كمان في شغلة تانية لو بدي ارجع اشغلهم كل لياتهم بنقر على هذا الزر. يفتح لي اياهون كل لياتهم من روحة. طيب انا اذا بدي اه خلي عندي اتنين مسلا بلازمني هذا تبع الكتابة ولازمني الاشجار ولازمني الصفر. فبختارهم كل لياتهم وبعطي شوفوا ترك لي هاي ثلاث ليرات. والبقية كل لياتهم عمل لهم اخفاء. كمان لو بدي ارجع اشغل لهم كل لياتهم مجرد. اني ما اضغط على هذا الزر هون اه تبعا تورن اون اه بيفتح لي هون كل لياتهم مرة وحدة. بكل بساطة. هاي تقريبا معظم التفاصيل اللي بتهمني بقائمة اللير. فان هون في عندي متش اللير. هاي بتفيدني بنسخ بعد التفاصيل. مسلا لو بننقل تفاصيل الشجر لهذا اللير او لهذا اللير مسلا تبع الطوط اللي شوين بينه فاتحة. بننقر اول شي على الشجر. وبننقر على اللير التاني. وبنعطي. اوكي. كيف كانت? ها سنتفرج. مشي الحال. ما اغير ليها. طيب خلينا نرجع نعيد مرة تانية. هو الهدف منه انه يسخل التفاصيل. خلينا نختار هذا. نعطي اوكي. نختار هاد. تماما. اول شي لازم اختار بالعكس. اختار الشكل او الانصر. اعطي زر بالمصدر راح عيد العملية. مسلا اذا هاد الخطة بدي اعملهم متل الاشجار. هو ما بيغير لي كامل اللير بيغير لي فقط القطعة. هاي كمان بغير مكانها خليها تكون هون. مسلا برجع بختار بدي اغير انا هاي الخطين اعملهم متل لون الشجر. بختار العنصرين. بضغط ما بالمصدرة. بختار اللير اللي بدي يتحولوله اللي هو الاشجار. شوكوا كيف صاروا باللون. لا اقدر هاد الشي بيفيدني متل ما حكينا نوع احيانا بدي انقل قطعة من للاير للاير. مسلا رسمت للفروض انا هون نافذة. بعدين انه تغيرت صايت لا باب راح تكون. فمشان ما احددها او اني امحيها وارجع ارسمها مجرد بختار بحدد كل هاي العناصر. بضغط بالمصدرة وبحدد وحدة من الابواب. هيك نقلي اياها للاير تبع الابواب بكل سهولة. طريقة عملية وبسيطة نفس الامر اللي كم في عندي اياها هون بهاد المكان بس هون هاي ما بتنقلي اللير تاخد لي التفاصيل طبع هاي القطعة مسلا لو باخد لهذا اللون مسلا هذا بدي ينسخ لي اياه لهاي القطعة. شوفوا هاي القطعة صارت متل تفاصيل هاي القطعة. شو هاي القطعة فيها تفاصيل ان تسخت لهاي القطعة. شوفوا اللير صارت متلها. تفريش. صارت هون هاي بالتفريش. صار نفس التفاصيل اللي آآ بدي اياها كمان هاي طريقة سريعة لنسخ يعني مو بس التغيير اللير بينسخ لي كل شيء وبطريقة سهلة وسريعة مسلا هاي الشجرة او هاي التفريش بدي انسخها لهون لهون. طبع هدول ليش ما عم يتغيره هدول لانه هذا الشي اللي حكيت لكم عنهم مش شوي انه هي البلوكس هاي منجيبها احيان للانترنت جاهزة. فيها تفاصيل تاني داخلية ان شاء الله بدر ساني راح نحكي عننا لهيك ما اغير لي التفاصيل تبعا بينما لما بناخد هاي مسلا شوفوا هدول كيف تتغيروا بكل بساطة مجرد ما اني عم حددهم عم يصيروا نفس اللون اللي اخترته مسلا مثل هاد اللون لهاي التفاصيل بكل بساطة عم نغيرهم عن طريق تقريبا نحن هيك صرنا جاهزين لنبدأ برسم اي مخطط معماري بهاي المعلومات اللي نحن اخدناها طبعا لسه في الاف الازرار الاف الادوات ممكن نحن ما نستخدمها كلها بشكل عام هاي الادوات هاي الخواص او اللي تعلمناها صارت تخولني اني ابدأ رسم المخطط اللي بدي اياه طيب انا راح انسخ هاد المخطط على صفحة تانية ونرسم نفسه من الصفر هذا هون خلينا نمحي او حتى خليني راح ابدأ صفحة جديدة مشان يكون عندي الشغل من الصفر تماما ما راح انسخ اول شي هاي هاد الملف وقلصخه ليش لانا انا مجرد ما انسخ هاي التفاصيل راح ينقلي كل المعلومات تبعها لهون لهيك ما بدي اضيفها ما بدي آآ انزل ما بدي انزل التفاصيل اللي موجودة هون على الملف هذا الجديد تبعي اول شي خلينا نجهز نحن الملف مشان اعتبر حالي عم بدأ برسم مشروع جديد. آآ طبعا كما شوخه كانت عندي لغة عربية بنتبه بغيرها لغة لغة اجنبية ليش? لان انا راح تستخدم لوحة المفاتيح كتير انكام بالكتابة او احيانا في بعض ازرار ما بتستجيب لما بيكون اللغة بالعربية لهيك بخليها لغة اجنبية لاحرف اللاتينية مشان تستجيب عندي كل آآ خطوة طبعا بتغيير اللغة بتعرفو كلها تكون كاتا بعربي مرة تانية بينقلني للغة التانية اللي عندي انا مسلا عندي اللغة تركية بينقلني للغة التركية. تمام اول شي نحنا لما بدنا نرسم مشروع معماري لازم اه اضبط الوحدات اللي راح ارسم فيها. كيف انا بدي اضبط هاي الوحدات وحدات القياس طبعا? بضغط بلوحة مفاتيح يو ان. شوفوا يو ان طالع لي اختصار اسمه يونيتس. هذا الخيار راح يعطيني تفاصيل للمشروع او آآ هاي الملف اللي نتغل عليه. اول شي هون اللنت. طيب بخلي ديسيمل. آآ آآ متل ما حكينا من شوي من ما في داعي يكون اصفار كتيرة. اكتر ما يمكن بخلي صفر فاصلة بعدها خانتين. يعني بخلي خانتين فقط بعد الصفر هذا كافي. آآ بعدين الشي المهم جدا اللي هو بوحدة القياس. نحنا بالتصميم المعماري والداخلي دائما نشتغل سنتيميترز. شوفوا هو بالاصل بيكون ميليميترز. نحنا بنستخدم سنتيميترز. في ناس ممكن تستخدم المتر بس ما بفضل انا كتير استخدام المتر. السنتيمتر اسهل. والتعامل معاه اسهل بكتير من المتر. ليش? مسلا بدل انا ما اكتب للجدار صفر فاصلة اتنين. الآن هو سمكة الجدار عشرين. فاذا بدي استخدم وحدة المتر بدي اكتب صفر فاصلة اتنين. بكتب انا بالسنتيمتر عشرين. وبصير عندي الشغل اهون وبتخلص من التعامل مع الفواصل. لهيك هاي النقطة كتير مهمة. كمان انتم يفضل تشتغلوا على السنتيمتر. هيك صار عندي الوحدة القياس جاهزة بالملف. البقية ما في اداعي اغير فيهم. باعطي اوكي. حاليا انا هاد الملف لما بدي اطبعه ما بعاني من مشكلة انه يا ترى القياس راح يطلع خطأ. اه الوحدات راح تطلع خطأ. او مسلا اذا نقلته على سري دي ماكس. هو اكبر مشكلة بتواجهنا لاذا نقلنا الملف على السري دي ماكس. اه اذا كنت راسمه على المليمترز لا نفرض. ونقلت الملف تبعي على السري دي ماكس كانت الصفحة عندي بالسنتيمترز. راح شوف البيت اللي كان طوله ميت متر صار طوله عشرة سنتيمتر. فا اه مشكلة. لهيك نحن مباشرة اول ما بنرسم نضبط الوحدات. نتأكد انه الشغل تبعي سنتيمترز. ومنتابع على هذا اساس. شغلة تانية كمان اول ما راح نبدأ منضيف لا نفرض انا عندي الصفر هذا اساسي ما راح نستخدمه الا بالاشياء اللي ما دخلها بالمشروع. فلهيك نحن انا بالمشروع شو راح يكون في عندي? راح يكون في عندي للجدران. فخلينها منسمي والس اللي بتكون ايها. خلي يكون جدار. اللون تبعه يكون ابيض. آآ السماكي تبعه حاليا ما بتهمني. ما نخليه متل ما هو. بس اسم. حيس لما ارسم الجدران كنا عم اشتغل بلاير الجدران. بعدين راح ضيف هو الابواب بعدين بدي طبعا الابواب نغيرها بعدين. بعدين بدي للنوافذ. ويندوز. بعدين بدي لاير للسلالم. اه بدي لاير للدايمينشنز. فخلي نكتب للقياسات. بدي كمان لاير جديد للتفريش او للموبيليا. ممكن نسمي موبيليا. اه او اثاث يعني اللي هو بالتركي بنسميه تفريش. اه كمان بدي لاير للكتابات. مسلا اده بدي يسمي هاي الغرفة كم مساحتها شو اسمها. كمان بيلزمني للكتابة. اه شو ممكن نسميه? اه مثلا. باقي عسر يا اختصار. نحنا ذاتا نفهمها. اه ممكن ان هاي بعدين نغيرهم ما في اي مشكلة بنعدل نحنا بالوقت اللي بدنا اياه. اخر شي شو ممكن ضل عندي تفاصيل? على كل حال هدول حالين كافيين. واذا احتاجت شي تاني ممكن نرجع نضيفه بعدين. الالوان مهمة. احنا نغير الالوان. دورس خلينا نعطيه ممكن لون ازرق. الويندوز خلي يكون من هذا اللون. السلالم خلي يكون من هذا اللون. ممكن كمان نعطيه اي لون بدية يعني اخضر او اصفر خلي يكون مسلا. التفريش خلي يكون. ممكن نعطيه من هاي الالوان شو ما يكون كتير واضح. اه خلينا نعطيه هذا اللون. او الشرح او المساحات خلي يكون بهذا اللون. تقريبا هدو صاروا عندي جاهزين. بالنسبة للسماكة للاين ويت ممكن هذا اخر شي نعدله. اه ونغير فيه او عسرية ممكن انا اكتر شي بدي سماكة الجدران. سنخليها سبعين. الابواب والنوافذ ممكن تكون خمسة وعشرين. الاتنين يكونوا نفس بعض. اه تخليها تكون كمان. خليها تكون ثلاثين ممكن. البقية ما في داعي لان هنه بس كتابة. اه دايما شو ممكن خليها عفوا الموبيلية خليها تكون عشرين. هدول اللي كتابة ما بيهموني يكون لهم سماكة بنخليهم. وهيك صار عندي كمان جاهزين. طيب انا ما بدي جيب متل ما حكينا هاي الخطوط فشو رح اعمل خليني نطبع هاد الملف وناخده كبدي اف ومنه بنشوف كيف فينا ناخد ملف على الاوتوكاد. طيب انا كيف بدي اطبع هاد الملف على السريع بنقر على قائمة البرينت. ان شاء الله بعدين بنشوف تفاصيل اه اوسع بختار بعدين نوع الطابعة. طبعا بما انه ما عندي انا طابعة هون فشو رح اختار? رح اختار بي دي اف يطبع ليها كبي دي اف. شوفوا اوتوكاد بي دي اف هاي كواليتي برينت. اوتوكاد بي دي اف هاي كواليتي برينت. بختار نوع الصفحة. اه بدي اياها او عفوا ايزو اه اي فور. اي فور كافية. في عندي نموذة جاي من الاي فور وحدة بالطول ووحدة بالعرض. لا اخلي اللي بالعرض تكون. بعدين من هاي القائمة بختار شو بيقصدلي فيها الويندو انه حدد المكان اللي بدك تطبعه. مسلا بدي اطبع هاد المكان. بعدين بعطي سنتر دابلوت. اعمل ليها بالمنتصف. مشان تجي الرسمة على منتصف الصفحة. هاي هي الصفحة تابعي. وهاي هي الرسمة اللي رفع اسمها. بعطي هاد الشي متعلق بالسكيل. هاد الشي هاي الاعدادات نحنا ما نغيرها لما بنا نكون نطبع بشكل رسمي. دي بدي اطبع شي رسمي مشان ما يخربوا عندي الاعدادات. ما نغير بهاي التفاصيل. ان شاء الله طبعا نرجع بنحكي فيها كمان. حاليا ما بهمني. هون راح نخلي بدل بما اني استخدمت هون بهاد المكان يعني بالعرض. فكمان هون خليني استخدم مشان تطلع عندي الصورة اوضح. وبعطي اوكي. بختار بختار مكان الحفظ يعني وبعطي وهيك راح تطلع عندي الصورة جاهزة شوفوا كيف تمت الطباعة. متل ما حكيت لكم انه صح كان يظهر لي بالملف او بالأوتوكاد انه كتير عريض الجدران. كتير عريضة. بس هون طلعت مناسبة. وشوفوا انه الخطوط طبع النوافذ طبع الابواب اعرض من المطلوب. لازم تكون اقل من هيك. ليش؟ مشان ما تبين كانها قطعة وحدة. على كل حال هذا الشي حاليا ما بهمنا. راح ناخد نحنا الملف ونشتغل عليه. طبعا في ميزة حلوة كتير صارت بالاوتوكاد انه بيقرأ ملفات البي دي ايف. عدا انه يقرأ ملفات الصور عفوا. فيه كمان يقرأ ملفات البي دي ايف. فكل بساطة انا رح اخذ هاد الملف. جرد ما امسكه. هاد هو الملف. بسحبه على ملف في الاوتوكاد اللي بدي يشتغل عليه. وبتركه بهاد المكان. الصفحة هو بما انه ملف بدي ايف بيسألني اي صفحة اللي بدك اياها للواحد لان ما في غير صفحة واحدة. بعطي اوكي. هاي هي. بعطي الحجم ممكن. خليكم بهذا الحجم. وبهذا الاتجاه. شوفوا نزل عندي كأنه جايبه من اوتوكاد هاي ميزة كتير حلوة بالاة صارت بالاوتوكاد انه قراءة ملفات البي دي ايف بهاي الطريقة حتى شوفوا ممكن يعطيني الاسناب تابعهم. يعني كأني عم اعدل عليه على ملف. الشو كان اسمه? بس المشكلة الوحيدة فيه انه القياس بيجي خطأ. يعني احنا هاد الجدار انا بعرف انه عرضه عشرين فتشوفوا هون كم الرقم كتير كبير. ليش? لان اعتبر لي صورة. نحنا خلينا نصغره اكتر من هيك كتير كبير لان صار. ممكن ممكن من هون تقريبا بهذا الحجم يكون كافي. نتأكد شقد. لسه كمان بيصار معانا شوي. خلينا اعمله بما انه ميتين وثمانا وعشرين فانا لو بضربه بصفر فاصلة واحد يعني خلينا اطير منه خانة فبيصير ثمانا وعشرين تقريبا. بيصير مناسب لي. فشوفوا راح اضربه بصفر فاصلة واحد. كان ميتين وثمانا وعشرين تقريبا. ميتين وثمانين. اشوفوا صار بخانة العشرات وهذا هو المطلوب. ذاتا هو هذا الجدار عندي بالواقع. كان طول عرضه عشرين سنتيمتر. حاليا عم يعطيني خمسة وعشرين. مقبول. ما بدي لسه اتعزل فيه اكتر من هيك. فخلي على جنب هون فيس اني اشتغل فيه واستفيد منه. طيب. شو آآ راح نضيف او شكيف راح نبدأ بالرسم. هلا بالعادة انا هاي لما بدي ارسم آآ مشروع جاهز لازم يكون عندي القياسات موجودة. بس هون بما ان القياسات عندي ما موجودة وما بيهمني ذاتا القياسات راح نعتمد على التخمين كالعادة. مسلا ما نخمن. نحن بالعادة ذاتا كمان اهم شي عندي الجدران الخارجية بتكون عشرين. يعني هاد الجدار عشرين سماكته. الداخلي اللي مبين اصغر شوفوا الداخلية الداخليين حتى عشرين مرسومين بهذا المشروع. فقط عندي عندي الحمامات ببعض الاماكن مرسوم بقيمة اصغر اللي هي العشرة. فانا شو راح اعمل راح ارسم على هاد الاساس والتخمين. مسلا هون عندي هذا مثل ما حكينا عشرين. فهون هاي المسافة كم ممكن تكون يا ترى? انت طبعا المساحة ستة وخمسين. يعني ستة وخمسين هي بتطلع من ضرب آآ تمانة بسبعة ممكن. بس هاي لا مو تمانة بسبعة ممكن نعمل عشرة بخمسة فاصل ستة. شوفوا هاي عشرة وهذا خمسة فاصل ستة بيطلع عندي هاي المساحة. وبعدين على هالاساس بتكمل انا كل المشروع. هون زاتا كما عم احكي لكم ما بيهمني. انا مساحات او العرض او الطول. بيهمني بس اني جرب الادوات اللي تعلمنا عليه. هون وانتو كمان تشتغلوا معي بالبيت راح تبعط لكم ان شاء الله الملف. ملف هذا البي دي اف. مشان ترسموا نفسه. في عندي طريقتين. اما ارسم بالبولي لاين او ارسم باللاين. خلينا اول شي نرسم باللاين. مثلا لنبدأ من هون. من هاي الزاوية. اول شي. ممكن خلينا نشتغل. اه تمام هون تحتها. من هاي الزاوية راح نبدأ. شوفوا عندي كل هاي الغرفة نحنا حكينا راح تكون تقريبا عشرة. ممكن نرسم من الداخل بيكون اسهل. شوفوا من الزاوية اللي بالداخل. نعطي عشر امتار. عشر امتار يعني الف. بدي اكتب على لوحة المفاتيح. هون راح ننزل لو منزل بهذا الطرف قلنا راح ننزل خمس امتار فاصلة. يعني خمس مئة وستين سنطيفة راح اكتب خمس مئة وستين. بعدين بنجي بهذا الاتجاه. شوفوا لهون. لو بنزل انا من هاي النقطة لهاي النقطة مشان اسكر. مشان اجي على هذا المكان. تماما بهاد. بالشكل. هيك صارت عندي هاي الغرفة جاهزة. طبعا هادا ممكن هاد المكان اكتر من النص بشوي. خمسمية وستين خليني انا اجي تلات مية وخمسين مسلا. تلات مية وخمسين اكتر من النص. هادا فيني امحيي. وبعتمد بس على هاد الخط. حاليا كل الخطوط اللي انا عم ارسمها بالداخل. نتبهوا كل الخطوط الداخلية. على هاي المكان ممكن نعتبره اربع امتار. خلينا نحكي. فاربعمائة. نكتب. بدنا نطلع حاليا للداخل هون. اه اقل من هاي. هاي اذا كانت كلها تلات مية وخمسين. هاي ممكن نعتبرها ميتين. منروح بهاد الاتجاه. يعني تقريبا ما فيها تمان امتار. يعني ممكن خلينا نروح سبع امتار. وبعدين ننزل لهاي الغرفة. وممكن تكون اربع امتار كمان. وهي اقل من اربعة. هي بشكل عام هذا اقل من سبعة. لان ما يعني سبعة في اربعة اثمانة وعشرين. وانا عندي المساحة اربعة وعشرين. فخلينا نعتبر ستة. ستمية يعني. تمام هيك صارت. اربعة وعشرين تقريبا. اه بعدين لازم نكمل في عندي. طبعا عم تغاضي انا هاي المسافات العشرين خلينا ناخد من هون لهون كاملة تقريبا هاي ممكن تكون ميتين وخمسين خلينا نعتبر. ما بهمني ايه مثل ما احكيت لكم حاليا ما تدقوا كتير على القياسات. هاي تلاتة يعني على الاغلب انا مشان تدخل عندي السيارة لازم يكون عندي ثلاثة امتار اه مساحة لها. ثلاث مية. وبعدين رح نسكر للاخير شوفوا للنهاية. بهذا الشكل هيك صارت عندي تقريبا من الخارج جاهزة. اه فيني انا حاليا احددهم كلياتهم. طبعا انا مشان ما يصير عندي هاي الفواصل. هاي يخلي الخطوط بهذا الشكل. رح امحي انا هاي الاضافات. ووصل الخطوط للاخير. اما بوصلها بهذا الشكل. او الافضل اللي هي عن طريق بختار وبخلي يوصل اياها للاخير. شوفوا خلي يكون عندي بكل مكان خط واحد بس. ما بدي يكون في اكتر من خط. اوكي. بعدين رح احددهم كلياتهم. ونعمل لهم جوين. ليش? مشان يصير خط واحد. ونعمل له مشان نعمل سماكة الجدار الخارجي. سماكة الجدار الخارجي كم حكينا بده تكون? عشرين سنطي. نكتب عشرين. نضغط مصطرة. وبنعمل للخارج. مشان يرسم لي هاي السماكة. تمام. هاي انا حصرت الاطار الخارجي للبيت. طيب. عاليا لازمني نبدأ بالداخلي. بما انه هاد الخط عندي موجود. فبكل بساطة كمان خليني اعمله عشرين سنطي للاسفل. صار عندي هاد الجدار كمان جاهز. بس هو مكمل عندي شوفه مكمل عندي لهاد المكان. فخلينا نكمله عشرين سنطي. فرح اسحبه بهاد الاتجاه عشرين سنطي. نفس الشي هذا كمان خليني اسحبه عشرين سنطي. وبعدين نسكرهم. ونفس الشي هذا الخط عندي متابع من هون للاسفل. فانا خليني ارسم من هون للاسفل خط. ونعمله عشرين كمان. شوفوا رسمت. هاد الخط. هاد الفرق تقريبيا واحد مثلا شوفوا عندي الابواب العادة تسعين. اه ابواب الغرف. ابواب الغرف تسعين نحن بناخدها ستاندرد. وابواب الحمامات الثمانين هاي يخدوها ستاندرد عندكم بشكل دائم. فممكن ان يكون عندي هاي عشرين وهي تسعين فبيكون عندي هاد الفراغ تقريبا مية وعشرة. يعني هاد مية وعشرة ومية وعشرين كاقصى حد هاد الفراغ. نرسمه نحن بكل بساطة. مية وعشرين خلينا نعتبره. بنسكر الفراغ بنحسف هاد الخط اللي رسمناها بس مشان نعرف المية وعشرين وراح تكون وبنعمل مشان نفتح الفراغ اللي كان عندي. طيب خلينا نرجع نتابع. نشوفوا عندي يا عم يتكرر تقريبا هون. آآ اولا هون اصغر عم يتابع لهذا الطرف. بس ما بيهمني. خلينا نرسم من هذا المكان كمان مباشرة للأسفل. نعمل عشرين بهذا الاتجاه. نفس الامر هون عندي تقريبا مية وعشرين. تارك فراغ. بنسكر لهذا الطرف. كمان خلينا نفتح. فتحة بهذا الطرف هون. ايه كمان صار عندي هاد الخط جاهز نحنا. فرضنا تقريبا انه هاي كانت آآ اربعمية اوليك بما اني عندي هون متتابع. شوفوا هاد الخط متابع نفسه. فبكل بساطة خليني ااخد تابعه. نفسه تماما. ونرسمه. كمان هاي النقاط بتفيدني كتير بتهون علي طريقة الرسم. هلا هون هذا انا ما اذا كيف فيني استخرجه? بكل بساطة الدرجة هذا اللي بيكون بالفيلا او بيكون بالبيوت بشكل عام. على الاغلب بيكون مية وعشرين لمية وخمسين. هذا ممكن هون يكون مية وخمسين. ممكن مية وخمسين كبير. لا هذا مية وعشرين. شوفوا هاد اكبر اللي ضمن البيت هذا على الاغلب مية وخمسين. هاد هون عم ينزل للقبو. هاد المخطط عم ينزل للقبو. كيف انا عرفت انه عم ينزل للقبو? من طريقة الرسم اليمقطع. اللي فيه خطوط مقطعة هاد بيعنيلي انه هو بالطابق الارضي اول اول بس لسه عم يطلع لطابق علوي. فيه لسه طابق تاني اعلى منه. لما بشوف هاي الخطوط المقطعة. بينما لما بشوف السلالة مرسومة بشكل كامل صحيح. شوفوا كلها مرسومة بخطوط صحيحة. معناته هذا كان عم ينزل لطابق ادنى منه. فيه لسه عندي طابق اه تحته. عم ينتقل اله هون اعلى مكان عم يوصل له. بالطابق العلوي رح يكون فيه غرفة يعني ما بيطلع للسلالة فوق خلاص هون اكتر اكتر مكان بيوصله. فهذا الشي بنتبه اله منيح. معناته هذا على الاغلب مئة وعشرين. هون هاي مئة وعشرين. هاي الدرجة مئة وعشرين. الفرق بيناتهم عشرة سنطي تقريبا بيكون او عشرين سنطي. فمئة وعشرين زائد مئة وعشرين مئتين واربعين. وخلي يكون عندي عشرين بالمنتصف. فراح يكون مئتين وستين. كاقصى حد مئتين وستين. ممكن نعمله مئتين وخمسين. نشوف كم ضليل للمكان هذا تبع القراج. هون نحن حكينا لازم يتلاتة امتار فممكن نكون نحن مصغرين هاي المسافة شوي. فعي كل حال ممكن نزيد عليها شوي. طيب خليها هاي مئتين وخمسين تكون. بنرجعها عشرة للورة. بنسخ هاد الجدار نسخ عن طريقك. وبشان ما ارجع ارسمه مرة تانية. لهاد الطرف. هيك صار عندي كمان هاد الركان. جاهز لو منشوف شقد هاد صار عندي. صار مئتين وخمسين. متل ما حكينا خلينا نكبره شوي. طيب انا بعد ما رسمت هذا كيف بدي اكبره شوي. كل بساطة عندي اداة اسمها اللي هي بتسحب لي كامل الشكل للاسفل. كم بدي اياه يكون. بدي اياه يكون ثلاثمية نفرض. فميتين وخمسين خلينا نرسم ثلاثمية. بدي اياه يجي لهاد المكان. طبعا انا رح خلي بس هاي النقطة هون. ممكن اخليها على كامل المكان شان اعرف لوين بدي يجي الجدار. رح احدد كل هاي القطع اللي هون. الجدران. نجي لستريتش. ونسحبه من الداخل. لهون. مشوفوا كيف صار عندي بشكل مبسط وسريع. حصلت على هاد الفراغ اللي هو ثلاثمية بالمقدار اللي انا بدي اياه. واضح شغلنا? في حد عنده اي سؤال? في حد عنده اي استفسار? تمام. ان شاء الله. متل ما عم تشوفوا اي اداة جديدة او اي اداة عم تشوفوها سجلوها مشان ما تنسوها عندكم. اه وكيف طريقة الاستخدام تبعها. ما نتابع بهذا الطرف تقريبا ما ضل عندي جدران. احنا فتحات الابواب رح نفتحها بمرحلة لاحقة. خلينا نشوف هون التقطيعات هاي. اه لو ننتقل لهذا الطرف تقريبا. هاي المسافة شوفوا هاي الخزن عندي بتكون على الاغلب ستين. اه فلو اعتبرنا من هون جاي نفسه تقريبا فرح ننزل نحن من هاد المكان ستين للاسفل. وخلينا نسكر بهذا الاتجاه. هاي المسافة كمية ترى ممكن تكون? يعني مترين وخمسين كاقصى حد. خلينا ناخد مترين. مترين وخمسين نجرب. تماما مترين وخمسين. بننزل نحن الاسفل تماما. كمان خلينا نطلع الاعلى. ونعمل اه سماكة الجدار. هاي عشرين. اه على هاي الغرفة ممكن تكون تلاتمية كعرض تقريبا. فممكن نعمل اه انا بدي اضيف تلاتمية بس لا ننسى انه في عندي سماكة جدار عشرين فرح نضيف تلاتمية وعشرين. شوفوا كم? تلاتمية وعشرين حتى اكتر اكتر من تلاتمية شوفوا انا بدي هاي الغرفة تكون اصغر. هاي بديها تكون اكبر هاي بديها تكون اصغر. فخلينا نزيح كمان اربعين سنتي. لسة كمان خلي عشرين. بديها تبين اكبر واضحة فعلا. تمام هيك صارت احسن. فبالمجمل صارت عندي هاي الغرفة تلاتمية وستين. اي صارت عندي تلاتمية وخمسين. هيك صار افضل. اه في كمان لسة عندي هون شوية اه تفاصيل اضافية. اه متن ما حكينا راح ننزل من هون ستين. نعم نشوي بالخطأ حذفته. ستين تقريرا هيك راح تكون عندي. نعمل كمان افست بمقدار عشرين. هون هاي المسافة ترى كم بتكون للمنتصف خليها او اقل من المنتصف شوي ممكن لهون. كمان ممكن تكون عشرين. ممكن انا هاي جدران حتى اعملها عشرة سنتي. بما انها جدران عم تفصل بين الحمامات. بس مما انه هون فيلا التصميم فهاد الامر ما كتير اه مهم. اه لان كل هذه التفاصيل بتتعلق بالتكاليف والتكليف تبع التكلفة تبع المشروع. هاي بنتبهوا للمشاريع او للتكلفة اكتر لما بيكون المشروع عندي مشروع تجاري. بس مجمع سكني او اه بناية سكنية ضمن المدينة. بينما بالفيلا بالبيوت الريفية ما كتير بتم التدقيق على التكلفة. ذاتا هو الشخص هذا اللي عم بني الفيلا بيهمه اكتر الرفاهية اكتر من انه يكون اه التكلفة اقل. فلهيك ممكن نتغاضى عن هاي التفاصيل. وممكن نترك فراغ من قدار مية. نفتح هاي الفتحة هيك صارت عندي جاهزة. هون نفس الامر اه مشان نترك للحمام. يعني تقريبا نحنا تلاتمية وستين اذا قسمناها على تلاتة فممكن نختار تلتين لهاي وتلت لهاي او اقل يعني من تلت. اقل من تلتين يعني فاتمية وستين. فقال لنا نختار ميتين. وننزل بهاد الاتجاه كمان ميتين. يعني هيك جيد برأيي. اه الفتحات عم نفتحها عن طريق تريم. شوفوا راح نرجع نعيدها هلا حاليا. بعد انا ما عملت هون السماكة. هون مسلا بما انه ضمن الغرفة فخليني اختار لهم سماكة اقل. خليني نعملهم عشرة مسلا. اذا بدي ادمج هاي الزاويتين مع بعض باخد بتأكد ان الراديوس انه صفر. بعطي انتر. بختار هاي الزاوية مع هاي الزاوية بصاروا عندي بشكل الصحيح. اذا بدي افتح فتحة بالجدار اللي هي فتحة الباب. يلا عادي هلا احنا بالنسبة لهذا با الجدار عشرة سنتي. فانا بنزل عشرة سنتي للأسفل. على الاقل. وبسكر. بعضين راح اعمل للأسفل مشان يكون عندي الجدار اما بنسخ نسخ كم? حكينا ابواب تبع الحمامات تمانين فبنسخ نسخها بمقدار تمانين. او اني اعمل لو بمحي هاي بعمل بمقدار تمانين. صار عندي الناخذة. مشان افتح الفتحة بيجي لترم بكل بساطة وبختار المكان اللي بدي امحيه صارت عندي الفتحة جاهزة. نفس الامر هون شوفوا تقريبا عندي نفس الحمام فانا مشان ما ارجع ارسم هذا الحمام هون. بحدد هاي القطعة كلاياتها. بعملها بس قبل ما اعمل لازم احدد مكان التناظر. بدي محور التناظر وين يكون? بدي محور التناظر يكون هذا الجدار. بس انا لازم هذا الجدار ما بيكفي لازم اعرف منتصف لهذا الجدار. مشان يكون التناظر منتصف هاد الجدار. فبختار برسم خط بهذا الشكل. بس مشان اعرف منتصف الجدار. شوفوا عرفتهم منتصف الجدار. بختار هاي الخطوط كلاياتها. بيجي لزر ميرور. على المنتصف. شوفوا انا عرفت هون المنتصف وين? وبرسم للأسفل. شوفوا كيف ارتسم عندي الخط. بعطي نوم. وصار هيك عندي كمان الحمام بهذا الطرف. جاهز هاد الخط ما عاد له لازمة. ممكن نمحيه. ممكن بعدين نرجع نرسمه لو احتجنا. تقريبا كمان هيك عندي كل الخطوط كل التقطيعات صارت جاهزة. عاليا فينا نبدأ برسم التقطيعات تبع الابواب. بس قبل ما ننتقل للتقطيعات تبع الابواب. في عندي كل هاي الاماكن المسكرة اللي بين الابواق بين الجدران لازم نمحيها. انا ما لازم يكون في عندي اي جدار على جدار مسكر. هون شوف هدول اتنين جدران ما لازم انا اتركهن مسكرين على بعض. تمام? هي بس انا شفت هيك صورة او هيك رسمة معاتها انا هاد الجدار اما ما نموصل للسقف. يعني معاتها هاد الجدار لنفرض اذا هذا طوله تلاتمية. معاتها هاد طوله ميتين وخمسين. مو نفس الطول في طول مختلف بيناتهم. فهي النقطة لازم انتبه عليها. لهيك دائما بننفرغ هاي النقاط التقاطع. بناخد ونبلش. بنمحي هون واحد واحد من منلغي كل هاي الاماكن لمسكرة. ما بنخلي ولا مكان مسكرة. كليات هون بنمحي هون بنفتح الجدران كلياتهم على بعض. شوفوه وحدة وحدة. عشان ما ننساهم بعدين وما يحصل عنا. اي مشكلة هيك صاروا عندي الجدران كلهم قطعة وحدة. صار فيني ابدأ برسم الابواب. الابواب بشكل عام. في عندي مبدأ بسيط. بالاخص لابواب الغرف. دائما اذا كان عندي الجدار عشرين. فبترك عشرين سنطر من طرف البفاء. انا مثل هذا الباب. افضل طريقة اني افتحه بهذا المكان. اتفضلي في حدا عنده سؤال. اه لا عفوا استاذ. فينا اه هسا احنا خلصنا اه رسم الجدران. كمان. قبل يعني نرسم غير شي. مهم. نحفظهم كلهم بلاير واحدة وبعدين يعني. اصح او انا هاي نسيانها تماما. قبل ما نبدأ برسم اي انصور تاني. ننقلهم كلاتهم للاير تبع الوالز. هيك صاروا بلاير الجدران. يعني كيف طريقة النقل مساعد. بس حددناهم واخترنا اي لاير ببنية هون يكونوا. خلص ها هي يعني صاروا كلهم داخل هذي اللير. صاروا كلهم بلاير الجدران مش هنتأكد انه صاروا فعلا ولا لا بختار اي قطعة منهم. بيكتب لي هون وال. مسلا بينما لما برسم واحدة هون بشكل عشوائي بختارها شو كتب لي الصفر. هاي لساتة باللاير طبع الصفر. اوكي? اوكي شكرا ستا. تمام. اه مشان الابواب متل ما حكينا اول شي انا لازم افهم وين لازم حط الابواب بالغرف تبعي. بالعادي انتو طلعوا بالغرف عندكم بالبيت. دائما الابواب تنفتح على الجدار. يعني ما معقول انا يكون هون عندي في باب. ما نفرض هون الباب كان وينفتح لهذا الطرف. فاتخيلوا انا دخلت من الغرفة. دخلت من هون. فتحت الباب. ضل عندي عدو بمكان اتحرك فيه. مشان ادخل للغرفة. لهيك افضل مكان. يعني شي منطقي ها فكروا بين طريقة منطقية. لازم يكون عندي هاد الباب. بهذا المكان. يفتح على الجدار. لازم الباب عندي يفتح على الجدار بحيس اني ادخل بسلاسة على الغرفة. نفس الشي بالنسبة للحمام. يعني ما معقول انا احط باب الحمام يفتح بهذا الاتجاه. وخلي مكان الجدار اه مفتوح. نفس الامر انا ما بفتح باب من منتصف الغرفة. يعني هلا هون بهذا المكان ما في عندي كتير. ربنا نرجع لهون. اه نشوف الطوابق الثانية. يعني شوفوا مسلا هاي الغرفة. دائما بحاول حط الابواب عند الجدران. يعني اذا حطيتها على هذا الجدران اذا ما بيمشي الحال بحطها على هذا الجدار. ما بفتح الباب من المنتصف الا اذا في عندي حالة استثنائية. مسلا هاي الغرفة انا بدي استخدم الطرفين الجدارين. فما في عندي غير اني افتح من المنتصف. مسلا ايمت هذا الشي بيكون عندي بغرف الصالونات الكبيرة. بآآ غرف الاستقبال اللي بيكون غرفة ضيوف كتير كبيرة. فلا يفضل انه يكون بالمنتصف. منه بيعطي جمالية. ومنه زاتا الغرفة كتير كبيرة فما بيأسر انه افتح من عند الجدران ولا لا. بينما بالغرف النوم الغرف الصغيرة الصالونات غرف المعيشة الصغيرة الحمامات اهم شيء. الباب دائما بيكون على الجدار. بيفتح الباب على الجدار ما بخليه يفتح من المنتصف. او ما بخليه يفتح بهذا الشكل. هذا اسا اكبر من شكله انه خلي الباب يفتح بهذا الشكل. دائما بننتبه لهاي النقطة الابواب بتفتح على متل ما شفنا على الجدران. طيب الشغلة التانية اللي هي وين رح يبدأ عندي الباب? كيف انا بدي اعرف آآ وين بدي يفتح الباب? لما بيكون عندي الباب الجدران عشرين سمتي ممكن انا اترك عشرين سمتي. شوفوا عشرين سمتي وبعدين خلي الباب يبدأ. او ممكن خلي عشرة. للجدران ذاتا اللي عشرة بخلي اقل ما يمكن عشرة وبعدين بخلي الباب يفتح. يعني بحط عشرة جدار. وبعدين بخلي فتحة الباب تبدأ او عشرين. بخلي فتحة الباب تبدأ. هون بما ان غرفة آآ باب غرفة فرح نعمل تسعين. اوف ست شوفوا اوف ست او اتنين بيعطوني نفس النتيجة. انا عملت تسعين خليه يجيب لي اياه بمقدار تسعين. كمان خليني مشان ما ضل اني احدد واعمل رح اختار انا العمل على شوفوا ما انا محدد اي شي بدون ما احدد اي شي بختار هيك صرت انا اي شي برسمه بيرتسم مباشرة على اللاير تبع الجدران. هيك مشان ما اضل اغير وما اضل انقل اا وعدل من لاير للاير بس خلصت شغلي بالجدران بنتقل للاير تاني وبشتغل عليه. عملت هون هاد الباب. متل ما حكينا ممكن خلي عشرة اذا ما بدي عشرين هاد الشي بيرجع لي بس ما بخلي اقل من عشرة. ليش? لان الباب هذا لما بدي ركبوه من ناحية تنفيزية لازم يركب الباب على شي يمسكه. صعب نركب الباب مباشرة هيك على الجدار. صعب نركبو هيك صفر على الجدار. لازم يكون في مكان ينسند عليه او يتركب عليه هاد الباب. اي طبعا في ابواب تتركب بهاي الطريقة بس اصعب من ناحية اه تنفيزية انه تكون بهاد الشكل على الجدار. عملنا هون فتحة. اه وين كمان في عندي فتح على باب غرفة? كمان هون في ممكن عندي. جما خلينا نرسم عشرين. نعمل كالعادة. الفتحة. وهي النقاط اللي عم ضيفها او الخطوط اللي عم ضيفها كرفيرنس او نقاط علام بمحيها مباشرة ما بخليها. لان بتعملي مشكلة. خلاص بس خلصت شغلي فيها بمحيها. ممكن اه شوفوا نحن هون راسمين الباب. او من الكاراج بيدخل عهاد الممر وبعدين بيدخل على البيت. كمان نفس الامر. نرسم عشرين. اه كمان تسعين سنتي او ممكن اعمل هون هذا الشي بيرجع لي ما في اي مشكلة. باب الحمام كمان ممكن نعمل. ممكن هذا نخلي عشرة بس. نتركه لهون خلينا نعمل كوبي هالمرة بنحدد لانصر بننسخه بمقدار تمانين سنتي. بننسخ الخط ما له داعي. تقريبا هيك. يضل عندي باب البيت. باب البيت شوفوا ابواب البيت فين يعملون على المنتصف ما في داعي. ذاتا هون ما في عندي جدار يستند عليه من الداخل. فانا من المنتصف كم بدي يكون باب البيت? ممكن اعمله كبير شوي. خلي يكون مية وخمسين مسلا او مية وستين. او حتى اكبر شوي يعني خلينا نعتبر تسعين بتسعين من كل جهة. مية وتمانين. بهذا الطرف تسعين بهذا الطرف تسعين. بنمحي هدول الخطين. او هاد الخط اللي بالنص ما عاد له داعي. هيك تقريبا كل الابواب صارت عندي جاهزة. من الخارج ها تمام في عندي هون باب خارجي كمان. وانا سنضيفه. فكم ممكن هذا الباب يكون? يعني هذا لا يفضل يكون ميتين وخمسين. فراح نضيف مية وخمسة وعشرين من كل جهة. مية وخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين بنمحي كمان هذا اللي بالمنتصف. ليس صار عندي كل الابواب جاهزة هاي الغرفة في آه تمام. هاي الغرفة كمان الى باب خارجي. هلأ ليش هون ممكن حطينا بالمنتصف? لان هاي الغرفة جاي من الخارج تماما. لو حطيت الباب هون رح يصير الباب مقابل اتخذ. ويصير شوي سيء انه الباب يكون مقابل اتخذ مباشرة. فالافضل لانه يكون هون بالمنتصف. فممكن نعمله بهذا المكان. خليه يبدأ بعد مية وستين. هذا ممكن نعمله اكبر شوي من البقية. خليه يكون هادا مية. هذا الباب. بما انه باب خارجي. عفوا انا اخط على الجهة خطة. هاي بنمحيها. هيك صاروا عندي كل الابواب جاهزين. خلينا نفتح الفتحات تبع الابواب ويكون ان شاء الله درسنا خالص. مشان نعمل الفتحات ندخل على اكبر الترم. وبنمحي هاي الفراغار. او هاي الخطوط الزائدة بكل سهولة. نشوف ان احنا نسيانين كمان هذا الخط ما نمحي. هيك صارت عندي الابواب كل ليلتها جاهزة. متأكد انه كله بالليار الصحيح بالوالز. هيك تقريبا المرحلة الاولى لرسم الجدران عندي صارت جاهزة. ظل عندي اضافة فتحات النوافذ بس اليوم تقريبا خلص عنا الوقت ان شاء الله الدرس الجاي من تابع. في حدا عنده سؤال او استفسار. واضح ان شاء الله كل شيء. هاي واضح استاس كله تمام. تمام الله عطفكم العافية. طيب مشان تفضل. باب الخارج جديد. باب الخارج لغرفة النوم. هاي? هاي. هاي مو شاء الله. الاسبوع الجاي من تابع من المكان اللي وقفنا عنده اليوم. مشان وظيفة الاسبوع الجاي بدي منكم كل واحد يرسملي خريطة مخطط البيت اللي ساكن فيه. ما رح بعث لكم هاد المخطط. رسموا لي المخطط البيت اللي انتوا ساكنين فيه. تمام؟ تمام اوستاذ. يعني اوستاذ اولا اولا نحدد مثلا على ورقة. وبعدين ننفذل. احنا نقعد نتخيلها كشكل. كيف ما بدكم. كيف ما بدكم. اول شي طبعا لازم الواحد بشان يفهمه. يرسم. اذا فيه عندكم متر ممكن تقيسوا بالقياسات. الغرف. الابواب. تضيف وترسموهن على ورقة وتكتبوا القياسات وبعدين تنقلوهم على الاوتوكات. ونعمل فتحة الابواب والشبابيك عادي. ايوة نفس ما عملنا هيك. ممكن تتابعوا اكتر تضيفوا تفاصيل اكتر. ممكن مثل هاي المرحلة اللي اتنا وصلنا اليوم تتوقفوا عندها. نعم لا يرى الوقول يعني بس. بس الوالس ايوة. بس الوالس. تمام اوستاذ شكرا. تمام. الله عطيكم العافية. ونردوها ان شاء الله لأسبوع الجاي. شكرا جيد اوستاذ. لا عفوما السلام. شكرا.